السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عاملين يا رب تقولوا كويسين وبخير يسعد الله اوكتكم حباب قلبي بكل خير. ان شاء الله كراءة جديدة وخصرية على قناة سرار العالم الروحاني لموليد برد الاسد صلي على النبي علي بضل الصلاة والسلام. اللهم بالشن بدون ما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك وان كنت لم تشترك فيها الكنفة اشترك في الكنفة او زر الدرس ليصلك كل جديد من سرار العالم الروحاني. ان كنت بتعلمين السحر او او من مس او من تعطيل او من اي شيء كل شيء سائب لكم في صندوق الوصف بازن الله تعالى وركم امامكم اللي حابب يتواصل معنا وطس يتواصل وبسم الله الرحمن الرحيم الكاشف شوق الملح الروحاني يقول لكم هنا بسم الله الرحمن الرحيم برد الاسد صلي على الحبيب المصطفى شاف يا برد الاسد انا شاف انها عندكم خير يعني في جدام يا حدا بتدل على الخير وعندكم حكم ما اه دايما في حياتكم ودايما عندكم يقين في الله بس هنا شاف البعض عندكم هنا اه في خصوم ما بينكم ما بين حد او مشاكل ما بينكم ما بين حد شاف ان انت دخلتم مكان اه والمكان دي حسيته ان هو مغلق شاف ان انتم يعني قررتم تقطع علاقتكم مع بعض الناس شاف في قطع علاقة ما بينكم ما بين ناس شاف هنا في عندكم اه اخ اخت يعني شاف عندكم حد من دمكم ومن لحمكم اكل حقكم يعني هو اخذ حقكم وبيتكلم عليكم في ظهر بس هنا انتو ظلمتم نفسكم شاف ان انتم ظلمتم نفسكم في حادا شاف ان انتو ظلمتم نفسكم في حادا بس هنشاف في عمل يعني عملتوه اه صالح هتسمعو خبر كويس اه اللي زرعتوه من قبل هتحصدوه هانا انكم تحصدوه شاف البعض منكم هنا شاف عندكم سفر مفتوح في سفر مفتوح او اسم كبير شأنك هيعلى اسمك هيعلى بالسفر بس الحسد عندكم واخد دزق كبير اه جدا في حياتكم محسودين على اي حادة الحسد عندكم كمية حسد ومتمكن فيكم الحسد واخد عبلكم شاط عراقيل في حياتكم العين دايما صيباكم والله طيبة قلبكم على اي حادة العين صيباكم عشان نيدكم خفيف تمان هنا اه بسم الله الكاشف يعني اه بلاش الاحساب مع نفسيكم كل شوية التفكير اربع عشرين ساعة بتفكروا عملية حسبوا عبر نفسيكم وتيدوا على نفسيكم شاف كده برضو علشان كده عملكم واراكم مش عارفين تناموا مش مرتاحين التفكير واخد منكم اه دزق كبير شاف هنا اول حدد شاف عندك طاقة ايجابية الفترة داي طاقة ايجابية اه بشكل كبير جدا بس انا شاف ان انتم عمليين تفكروا في حادات كتيرة اه بالكم مشغول با اكتر من حادة شاف عندكم هنا حادة اه فرحة كبيرة شاف انتم هنا عندكم فرحة كبيرة فطريق انتم توصلوا يعني توصلوا الهدف معين هتوصلوا لطريق معينة في تحقيق حلم عندك تحقيق حلم بسم الله من شاء الله شاف عندك تحقيق حلم خلاص شاف عندك هنا الطريق في بيتك الطريق ده في جلب بيتك الطريق ده شاف عندك طريق يعني هنا لو مصادع على سيدنا محمد شاف في طريق في ارض بيتك ده الطريق ده يعني مكان ده فيه سحر خلي بالك ببين بيتك نضف بيتك نضف بيتك عشان فيه طاق السحر ببيتك هي اللي كل ما تدخل المنزل تحس بخانقة تحس بضيق تحس بتعب تحس مشاكل اه فيه تاعب عندك في المنزل. تخرب برا المنزل تحس براحة تبقى نرتاح. تدخل دول المنزل تحس بتاعب بضيك بخانجة نضب بيتك من السحر. شايفك ان انت هنا عايز تطلع لحدة جديدة في حياتك. يعني هنا عايز تطلع لحدة في حياتك. بس عندك هنا حد من اقرب ما ليك سوى اخ او اخت او حمات او حد قريب ليك بيتكلم عليك. ده بصيرتك. اه مش حبك تكون احسن منه. حب وقعك في مشاكل. بسم الله ما شاء الله. الله ما صد على سيدنا محمد. بس في عندك طاقة جديدة. طاقة مختلفة. آآ طاقة فيها فتحة خير. فتحة رزق. فيها طاقة خير بيك. بإذن الله تعالي. بس البعض هنا بسم الله الكاشف. الله ما صد على سيدنا محمد. لا 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 بس البعض هنا شايف عندكم يعني في طاقة كويسة. في طاقة الفرحة. طاقة السعادة. عندكم هنا بس شوية اللي المشاكل والعراقيل اللي حصلة معاكم دي هي يعني اللي تعباكم. هي اللي خانقاكم. هي اللي عمل لكم شوية مشاكل. هي اللي عمل لكم شوية نفور. بس انا شايف برضو هنا يعني عندكم رزق. بإذن الله تعالي. ده هي لك الرزق. سوء من السفر. في سفر قدامك. في طريق سفر. فيها خير. في خير ليك في طريق السفر باذن الله تعالي. انتى نوع وتسافر او حد هلعمك في السفر حد هلعمك في السفر فهتسافر. السفر دي في هريزق ليك. هتسألني في السفر في هريزق ليك بإذن الله تعالي. صد على الحبيبة المصطفى شايف هنا في فرحة في ارض بيتك سوء حصل اخطوبة اه حصل ردوع حصل زوات في خطوبة او في فرحة في ارض بيتك. في فرحة في ارض بيتك. شايفين عندكم لقاء. اه اللقاء دي شغل اه يخص حياة جديدة. شايف عندك بايه بداية يعني حياة جديدة الفترة دية. فيها خير ليك وفيها رزق ليك وفي عواط. شايف عندك اكتر من خطوة. يعني هتكون ايجابية ليك باسن الله انت علي. يعني هتوصل للهدف اللي انت عايزه او الحلم اللي انت عايزه. هو تأخر فعلا وبتشاو نفسك فعلا تأخر ده مفيش حدا محقظة معايا عندي الدنيا واقفة. كنا طهر بيتك من السحر والحسد. وهتوصل للهدف اللي انت عايزه بازن الله تعالى. طهر بيتكم. طهر بيتك عشان عندك طاقة سحر شديدة. طريق السفر مفتوحة قدامك. اه حتى يدعمك بازن الله تعالى. فرحة في ارض بيتك بازن الله قريبة. جدامك يعني تلات نقط. اه اللي بيستل تلات نقط تلات نقط تلات ايام او تلات ساعات او تلات اسابيع بازن الله تعالى. بسم الله الكاشف حصل نفسك كويس جدا. حصنك نفسك كويس جدا عشان الطاقة السلبية. طاقات السلبية كنا اخواتنا في الله. شايف عندك انت بتخلص اوراق في المحاكم. شايف هنا بتخلص اوراق في المحاكم وحد هيدعمك الدعم كبير جدا. حد هنا عرض عليك شغل او حد عرض عليك حدات جديدة شغل او فران شاف فيه قرار هتاخده. وفي توازن كويس جدا عندك. بس نجافة هنا بقى لكم مشغول من اكتر من حالة. عندك بزال مجهود. يعني ما تبزي المجهود كبير جدا. بس نجافة عندكم هنا اتنين تعبنين في حياتكم. اتنين دولار مازال اه تعبنين. بس العملين اه دلم. كسرين بخاطرك. كسرين في خاطرة قوي. تعبينك او كسرين بخاطرك. انت مستحيل تقع. ربنا معاك في كل دقيقة. شايف هنا في مكان هنا انت ده هتروحه. اه المكان ده يكون فيه طاقة ايجابية وهتخرج من اللفة او من الطاقة السلبية اللي حواليك. شايف ان انت هنا سامع كلام وجعك. كسر قلبك. جرحك. بس عندك خبر حالو. هتسمع اكتمال. هنا في موضوع هيتامل معاك. هو بقى. بلك مشغول به. او انت مشغول به. بتفكر فيه. هيكمل الموضوع. بيس لله تعال. في هنا طرف تالت. الطرف التالت ده هيخرج من حياتك. هيخرج. انه هو اللي عمل لك مشاكل ما بينك وما بين الشريك. هو اللي عمل لك مشاكل ما بينك وما بين الشريك. هاي الكراءة اخواتنا في الله كراءة عامة. اه وليست خاصة. كراءة عامة للرجال ونساء. اخذ اللي طابق عليك ونسيب الباقي الغيرة. ما تخدش الكراءة كل هديك يعني. هنا شايف هنا. هتسدد دزق من اللي عليك. ان انت عليك ديون. هتسدد دزق من اللي عليك. لان عليك بعض مال. هتسدد دزق من اللي عليك. هنا عندك برضو رضحك. في حوالة ديالك. او فلوس ديالك. او زيادة راتب. او فلوس انت كنت تعطيها لحد وديالك. خلاص. ديالك في المال ده رضع لك. شايف هنا في شخص غايب على بالك. او غايب عنك. اه بس انت مش تقله. نفسك تكلمه. نفسه اه يكون في كلامة بينكم. اه انت مش تقله طريقة يعني رهيبة. شايف ان انا شايف عندك كبول لحد غايب عنك. شايف عندك هتخرج من الطاقة السلبية. في عندك اكتر من الموضوع اه هيفتح قدامك. بس انت مش عارف تاخد قرار. محتار. اه مش عارف تفكر. اه بلك مشغول. اه متردد. عندك كمية تردد. في هنا خروط حد من حياتك. حد مؤذي. حد مش كويس. هخرج من حياتك بازن الله تعالى. عندك هنا طاقة تفكير باطفال او اه اه في طاقة تفكير كبيرة بالاطفال. ان شاء الله يكون عندك مولود قريب بازن الله تعالى. شايف عندك هنا. هتتنزل على الحادي. مش الحادي دي انت مش عايزها. فهتتنزل عندك عندك طاقة تنازل. وربنا يا نصرك. عندما شايف عندك طاقة نصر. على ناس ازتك. على ناس كسرت قلبك. عندك طاقة نصر. بازن الله تعالى ورجوح حق. وطريق السفر مرتوح قدامك. في بداية كتيرة. بداية دديدة. وفيها فرحة ليك بازن الله تعالى في هالس سعادة. هالت خلاص. هتكفل باب الاحزان. باب التعب. باب التقاتل السلبية. بازن الله تعالى. مع انك انت خاف هنا مشاعرك. خاف كلامك. خاف او داعك. خافي تعبك. وساكل. وكاتل. مش عايز تنبوح باي حاجة. وزعلان. مش عايز تنبوح بالكلام الحب ولا باي حد خالص. وزعلان على حد قريب لك سوى والد او والد او حد عزيز على قلبك تعبان. اه بيعاني من سحر او بيعاني من مرات. انت زعلان عليه جدا. وقلبك مكسور عليه. ان شاء الله رب نهيش فيه بازن الله تعالى. شايف برضو عندك انا او عندك تساقط. عندك تساقط في الشعر. عندك قولون العصبي. عندك عصبية. عند الخامجة. عندك ضيق. عندك وضع في الدسم. اه دايما حاسين اه بألم في الدسل. حاسين بحادة بتغلب دمكم. حاسين بحادة تعباكم. حاسين بحادة خانقاكم. حاسين بحادة غريبة معاكم. ده بيدل منطقة السحر والعين الشديدة اللي عليكم. العين والسحر. شايف ان البعض برضو منكم هنا بيحلم بقاو بيس بتزرده. عنده احلام يعني اه بيشوفها. احلام مش كويسة. احلام بتزرده. تم. فهاي مش كله اه بيحلم. في منه اللي بيحلم وفي منه اللي حاسس باللي عنده. في منه اللي بيعالد نفسه. في منكم برضو اللي بيسعى في العلاقات. صلى على الحبيبة المصطفى عليه فضل الصلاة والسلام. الله مبشرنا بما انتظر لنك وانت خير المبشرين كلها. عندك هنا. شافك هنا بتحاول تتواصل مع حد. اه شاف في توازن ما بينكم ان شاء الله. بس هنا شافك هنا بتعتب حد. في عتاب ما بينك وما بين حد. شايف عتاب ما بينك وما بين حد. في خلاف بس كبير هنا ما بينك وما بين حد برضو. شاف هنا في خلاف. اه ان شاء الله كونوا هادين كده وتعاملوا مع الحياة بشكل مختلف او بشكل ايجابي. علشان الطاقة السلبية ما نسيطرش عليكم. علشان انتم محتدينش طاقات سلبية. بل اشتغضوا من الناس الطاقات السلبية وتدون طاقات ايجابية بش كل الناس اللي تستهل انكم تكفو معها او تدعموها. هنا اللهم صلى على سيدنا محمد شاف هنا هيدي لك خبر. اه الفرصة دي هتدي لك او العرض لو انت متكلمتش عليها او متكلمتش عنه مع حد فهيكمل معه. متكلمت مش هيكمل. علشان انت اللي هتندم. فالخبر لما يدي لك او المشروع اللي انت مقدم عليها او الوظيفة او الاشيء ما تتكلمش عنها لما تدي لك عشان لو دات لك وتكلمت عليها هتخسر خسارة كبيرة ومش هتكتمل. فاكتم اه وزيفتك او اكتم مشروعك او اكتم الخبر اللي هيدي لك جدامك تلت نقط ودي لك. والتلت نقط تقول تلت ايام او تلت ساعات او تلت اسابيع او تلت شهور. جدامك هنا فرحة. اه شاف هنا اه هتكشف ناس فهتكون مبسوط او فرحان. لانك هتكشف على حاجة جيتها. هتكشف الناس دي على حاجة جيتها. فانت هتكون مبسوط. شاف عندك خطوة هنا جديدة. او خطوة مهمة. الخطوة دي جديدة ومهمة. هتعزز من ثقتك من نفسك. هتعززك اكتر. هتلفعك لدرجة اه عالية بازن الله تعالي. وخلي بالك. خلي بالك اه اه اعرف الشخص اللي قدامك لو تسمه احكم عليه. ما تحكمش على الشخص من الكلام. من كلام غيره فتحكم عليه. لا. شاف الشخص اللي قدامك وبعد معاه صح وبعدين احكم عليه. لازم تسمع او تتكلم معه وبعدين احكم عليه. ما تسمعش وتحكم من غير ما تشوف بعنيك. علشان اللي بيوصلك الكلام مش صادق. بيديك كلمة صح وخمسين خطوة. عندك طاقة الخس الكسل. طاقة الخمول. اه عندك كزا حادي. التفكير اربع وشين ساعة. مع احد. اه اللقاء دي في خيار. في فرحة. شايفك في اللقاء ده مبسوط. مبسوط فيه. عندك هنا رسالة دايالك. رسالة فيها فرحة ليك. فيها السعادة. اه انت منتظرها بيزن الله. بس خليك تكون هادئ. علشان اشايف عندك فرحة. بيزن الله تعالى. عندك فرحة. شايف في بشرة بمولود. لان عندك كمية اشتياك لاطفال. عندك كمية. اه شايف في بشرة بمولود. حياتك هنا العطفية. يعني هنا حياتك العطفية ما 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 فيهاش استقرار قوي. ما فيهاش استقرار. الست اللي بتجدد لك السحر. بتجدد لك السحر عينها عليك جدا. عينها عليك. هنا الناس اللي ازتك وغدرت بيك هيتأسفو لك. وهيردعوا لانك يطلبوا منك السماح. لان انت قلبك طيب. وبتحب الخير للناس كلها. وبتحب تدي ومش منتظر مقابل من حد. مش منتظرك مقابل من حد. دايما اللي انت بتعمل مع الناس بيديلك العكس. دايما الخير اللي بتعمل مع الناس بيديلك العكس. شايف عندك صلح انت وحد عزيز على قلبك. شايفك هنا برضو زعلان وبتشك همك. شايفك زعلان مخنوق متضايق. آآ جلبك مكسور. حزين. بتقول يا رب انصرني على اعدائي وعلى من ظلموني. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الكاشف. ادعم الفيديو باللايك فضلا وليس امر الاحبابنا في الله. فضلا وليس امر الاخواتنا في الله اللي بتشاهدونا. ادعم الفيديو باللايك. بسم الله الكاشف. بتقول يا رب وفدني. يا رب اكرمني. عند التعوى بيذن الله تعالى هتتحقق. هتتحقق بقدرة الله. انت اقرب الناس ليك آآ هما اللي غدروا بيك. هما اللي غدروا بيك. اقرب ما ليك هما اللي غدروا بيك. بس ان شاء الله ربنا هيكرمك. وهي ريح قلبك بيذن الله تعالى. انت هنا طلعت من بيتك آآ غصبا عنك. شايفك طالع غصبا عنك زعلان مكسور. شايفك طالع من بيتك مكسور. خلي بالك. خلي بالك من الناس اللي عايزة تدمر حياتك. الناس الحقودة. الناس اللي عايزة تأذيك عايزة تدمر حياتك. خلي بالك من الناس دي. انت شخص محبوب. انت شخص آآ شاطر. آآ شخص آآ يعني محبوب جدا. مشاريعك بذن الله تعالى ناتحة. عندك تسرع آآ بس في تسرعات بتاخذها في الصح. بتكون صح. بس عندك اصدقاء خبيثة. اصدقاء حب توقعك في شر اعمالك. فكون حريص كما كن. شايفك هنا نوع لسفر. نوع لسفر. خارج لبلاد. آآ مستني دعم او مستني لقامع حج او مستني آآ مكالمة. شايف عندك آآ صفر. في حد هيساعدك وهيجف جنبك في الشدة. في حد هيساعدك وهيدعمك وهيجف جنبك. صلى على الحبيب المصدقاء. شايف هنا انتبه وخلي بالك من صحتك. آآ ومتاخدش حدا من حد. خلي بالك من صحتك وانتبه من صحتك علشان اقرب الناس هم اللي حابين يدمروك. بالسحر. بالاعمال. بالسحر المشروب. خلي بالك من السحر كما قلنا. خلي بالك. خلي بالك عشان شايف صحتك في النازل. المعدة عندك تعب. عندك قلب. عندك بتساقط في الشعر. في حد هنا آآ بيحاول آآ يأزيك. بحاول يطعنك. بحاول يكسرك. بحاول يأزيك. خلي بالك. انت هنا شايفك حزين على شخص آآ انت بتحبه. الشخص ده مزدون او بعيد عنك او هو مخنوق او ضيقة. آآ او مريض. انت زعلان عليها. وحزين عليها الشخص ده. ربنا يفق اسره او ربنا يشفيه ان شاء الله مما هو فيه. بسم الله الكل. شايفينها آآ حصل آآ كلام ما بينك وما بين الشغيك. آآ حصل زعل. حصل انفصال. بتفكر في الانفصال. بناش تفكر حليا عشان السحر آآ آآ سحر بيت جدد. لانا شايفك عندك حيرة محتار في امرك. عايزك تنتصر. عايزك تنتصر. عايزك تنتصر. او عايزك تنتصري. تسيب كل حاد على الله. وحاول تقول يا رب. حاولوا تقول يا رب. انا شايف عندكم مواجهة حلوة. المواجهة دي فيها خير بمشيئة الله تعالي. فيها خير ليك. آآ حاول يعني تكون انت يعني هذه الايام دي هتكون حكيم وتكون هذه. علشان المرة دي هتكون في مواجهة وهتطلع منتصر وهتضع صحابك في اي حد وهتطلع منتصر بفضل الله تعالى. شايف هنا اقرب الناس ليك آآ هم اعدائك. عدوك واعدائك. صديقك وعدوك. فخلي بالك. لان يا شايف شخص بكرب لكم. فخلي بالكم وكون حسنين. بسم الله الكاشر. شايف هنا في حد بياكل ويشرب معك او طلع من بيتك. آآ مش كويس. آآ انت قدمت له الخير. كلب وشرب آآ لكن مش كويس. شايف هنا في ارض بيتك فيها فرحة. آآ في فرحة في ارض بيتك. عندك انفرجات حلوة بإذن الله تعالى. وعندك الماديا هتتحسن. عندك الامور هتتحسن معك بفضل الله تعالى. عندك لما قلنا آآ ممكن نقول فرحة ارتباط او زواط او عرص لاحد قريبك في احد بيتك. يعني شايف في ارض بيتك فيها فرحة بقدرة الله تعالى. شايفك هنا مش قادر تشيل جرش. آآ مش قادر تشيل الفلوس. آآ مش قادر تحوش. آآ اللي داعي خارج. ما فيش حدا جاعدة معك مكتملة. ان شاء الله دايلك الريزك من حيث لا تحتسن. دايلك الفرحة. لانك انت الظلامت كتير ربنا هيعودك. هيعودك على صبرك وعلى الظلم اللي وقع عليك. من اقرب مليك. ربنا يعودك بازن الله. شايف هنا اللهم صلى على سيدنا محمد الفترة اللي داية. آآ شايف هنا وانتبهي الفترة اللي داية عندكم خير. عندكم السكة فاضية. عندكم خير. عندكم السكة فاضية. حاولوا ان انت تكسبوها. حاولوا انت تكسب هذا السكة. انت حاسين مش ان الامور معكدك امامكم. آآ بتدخلوا طريق بترضع خطوة. مفيش اه ارتباط مقتمل. آآ مفيش عيشة في المتزودين مش مرتاحين في الزواج. مشاكل بدون سبب خنجة ضيق نفور واكسر هاد المشاكل بدون اي اسباب. واللي لسه مرتبطتش. في تعقيد. في تعطيل. في تعب. في تساقط في الشعر. في الام في العمود الفقري. والام في الريتلاي. وزيدة الصداع. وزيدة التعطيل. والنفور في الزواج. هذا من السحر. السحر كما كنا يا احبابنا في اللعب. من السحر اللي بيتجدد. شايف هنا في حياتك. هنا حصل او هيحصل اه في مبين المنفس الونف شايف هنا في اه 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 مقابلة. والمقابلة دي فيها عتاب. ان شاء الله فيها الصبح. انا شايف هنا في محاكم او فيه قواضي. اه بينك وبين حد او اه حد معين. لان شايفكم بتخلصوا هنا عندكم خير في المحاكم بازن الله تعالى. عندكم محاكم. شايف هنا في رزق دائكم. وبشرة بفضل الله تعالى فيها فرحة لك. شايف هنا في غيمة. غيمة على وشكم. الغيمة دي في تفكير. في غيمة. في تفكير. في حد بيحاول يزيكم وانتم مش شايفينه. اه يعني هنا انتم مش متوقعين ان هو الشخص دي يعني العمال يلعب بيكم عمال يزيكم. اه مش متوقعين. وطريق السفر مفتوح قدامك. طريق السفر في خير. هتقول لي يا شيخي طريق السفر طب بقى ان شاء الله في خير طريق السفر. في منكم اه فسحة وفي اللي مسافر لشغل. الكراءة عامة اخواتنا في الله لرجال ونساء والكراءة مفتوحة بازن الله تعالى. خد الإطابة ليك احبابنا في الله. الله مصدع على حبيب المصطفى. شايف انها تتفتح جدامكم ببان حلوة. هيكون فيها سعادة. اه فيها سعادة. فيها فرحة. يعني في راحة. بعد كل التعب اللي حصل في حياتكم تتعبتم تعب كبير. ربنا هيسر امركم. ربنا هيسر امركم. وهيكرمكم. هيكرمكم بازن الله تعالى. الدموع اللي عندكم. اه. حاول تخلص. طلع من حياتك. طلع اليقس. طلع الاحباط. طلع الضيقة. طلع الخانكة. طلع اللي عندك. شايف المشكلة اللي عندكم. بسببكم الازمة والحيرة. انتم ما تحلوه. هتتحل. هتتحل بنشية الله. انا شايف ان اغلب وقتكم جاعدين في البيت. مش عايزين تتكلم مع احد. بسبب اللي شفتوه. لكن هتتلاقى بتوقع مروحك. هتتلاقى بتوقع مروحك خلاص هانت. هانت. كل الابواب اللي تجفلت في وجهك راح تتفتح مرة اخرى ليك. بفضل الدعاء. وبفضل الاستغفار بفضل الله تعالى. شايف هنا انتم يعني شغلين على حادات كثيرة جدا. وشايف ليك من مكان لمكان فيه ناكلة. فيه الراحة ليك. فيه السعادة. شايف ان انت بتنتقل من مكان لمكان. فيه الراحة وفيه السعادة ليك باعزن الله تعالى. هتشترين. هتشترين منزل. هتشترين مكان اللي انت هتنتقل نهم. كده كوله بيت زودك ان شاء الله. او الرجوع اللي زودك بياذن الله تعالى. او شراء مسكن جديد. هتنتقلوا فيه. فيه الراحة وفيه السعادة ليكم بمشيئة الله. اخلي بالكم. وخلصوا مع السحر كما قلنا يا احبابنا في الله الا انتكم. قايتو افتح معاكم الابواب. لان السحر ومنكم طاقات سلبية كبيرة جدا. وخلوا بالكم من الناس اللي حواليكم. مش كل الناس اللي تعطوها اسراركم. مش كل الناس اللي تفتكروها اه احباب ليكم بيحبوكم بيتمنون لكم الخير كثيرا من اشخاص مش حابينكم تكونوا احسن منهم. اه يعني انت في نظرة بتقول انت ما عملتش حادة للناس دي. ازتك ليها. تسحرتك ليها. هموا مش حابين ان انت تكون احسن منهم. اه مش حابين انت تكون اه متقدم بخطوات عنهم. معنى كنت ما ازتهمش. معنى لهمش اي شيء. اه قدمت لهم الخير لكن غدروا بيك. اسأل الله العظيم. رب العرش العظيم ان يشفيكم من كل ده ان يؤذيكم. اتمنى من احبابنا في الله. يدعموا الفيديو باللايك. وان كنت تشترك فيها القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الدرس ليصلك طولة جديد. وان كنت بتعاني من السحر او من المس او من تعطيل او من تابع او من قريب. داخل القناة جميع العلادات واللي حابب بي يتواصل معنا مع الشيخ يوسف الرقم امامكم وقت سيتواصل معنا وان شاء الله نكون في حسن ظنه. وكان تعودنا الصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صلي صلاة جلالك. وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد. واخشيها اللهم بنورك كما غشياته سحابة التجليات فنظر الى وجهك الكريم. وبحقيقة الحقائق كلم مولوه العظيم الذي يعزه من